منذ أن تقلصت مصادر تمويل داعش بقصف عدد من المواقع التي كان يخزن فيها ملايين الدولارات لا سيما في الموصل فإن تنظيم يواجه خسارة تلوى أخرى لحقول النفط مهمة فقد خسر مؤخرا معظم أبار نفط القيارة إلى جانب خسارته مسؤولين عن تهريب النفط في المناطق الخاضعة لاحتلاله في العراق وسوريا منذ أن استهدفت عملية خاصة المسؤول الرئيس عن إدارة نفط داعش وهو أبو سيا في دير الزور المزيد مع الزميل حسام الأحبابي بناء على معلومات حصلت عليها أخبار الآن من مصادر حكومية وأمنية وعسكرية في بغداد ونيناو والأنبار فإن داعش ما زال يحتل عددا من الآبار ويستفيد من نفطها لا سيما في الجزء الشمالي غير المحرر من ناحية القيارة برغم خسارته حقولا عدة لكن ما الذي بقي من نفط داعش في العراق وماذا خسر؟ هذان الأمران نتابع تطوراتهما على النحو الآتي داعش ما زال يحتل ثلاثين بئرا تقع جميعها بحقل نجمة شمال غربي القيارة بعد أن حررت القوات العراقية سبعا وستين بئرا نفطية من أصل سبع وتسعين بئرا ويستغل داعش هذه الآبار الثلاثين بحرق النفط لتفادي الغارات الجوية وأيضا في بيع نفطها لمنتجين محليين لتأمين رواتب مقاتليه خاصة الأجانب أما داخل معقله في الموصل فقد استأنف داعش سحب النفط من الخط الاستراتيجي الذي يمر بمنطقة الحضر جنوب غربي المدينة ثم إلى تلعفر شمال غربيها هنا يقوم داعش بفتح ثغرات كبيرة في أنابيب الخط الاستراتيجي بمنطقتين تويم ومجارين الواقعتين على طريق تلعفر حيث يسحب النفط بمضخات كبيرة وبمساعدة مولدات كهربائية محمولة ووفق تقديرات مختصين فإن كميات النفط المتركة في الأنبوب الاستراتيجي العراقي المعطل تكفي لتعبئة عدد غير قليل من ناقلات النفط الكبيرة أما في الأنبار غربي العراق فيستفيد داعش من مناطق احتلاله لا سيما في القائم لتهريب النفط الذي يصل إليه بسيارات حوضية من الموصل عبر صحراء الجزيرة ثم تتم مقايدته في دير الزور السورية بوقود السيارات إلى جانب بيع كميات منه لموردين محليين وفي هذه المناطق تعرض داعش لضربات قوية عدة وبعد خسارة داعش حقول النفطية مهمة فإن بيعه للنفط انخفض إلى خمس شاحنات يوميا فقط بعد أن كان يبيع خمسين شاحنة في اليوم الواحد أما سعر بيع شاحنة النفط الواحدة من قبل داعش فيقدر بنحو ألفي دولار نزولا من ستة آلاف دولار بسبب تزايد شعور المتعاملين المحليين معه بالمخاطر في إثر تقدم الجيف العراقي خسارة داعش في العراق لم تتوقف عند هذا الحد بل تعرض مؤخرا لضربة شديدة عندما قتل مسؤوله عن تهريب النفط في الحقول التي يحتلها وهو سامي جبوري وذلك بإنزال أمريكي نفذته قوة خاصة في قضاء القائم ووفق مصادر عسكرية في الأنبار أكدت لأخبار الآن أن سامي جبوري كان مكلفا من زعيم داعش أبو بكر البغدادي بتحصيل أموال النفط المهربة عبر الحدود بين القائم ودير الزور السورية وكان ينقلها عبر صحراء الجزيرة من جهة حدود الأنبار الغربية إلى معقل داعش الرئيس في الموصل حيث جرت متابعته هناك لمرات عدة دون التمكن من اعتقاله إلى أن قتل على يد قوة أمريكية خاصة شاهدين للحديث حول هذا الموضوع معنا من بغداد الخبير في شؤون النفط العراقي حمزة الجواهر أهلا ومرحبا بك سيد حمزة سيد حمزة نريد منك المزيد من المعلومات حول الخسائر المتزايدة للتنظيم في القطاع النفطي تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة داعش بعد أن احتل مناطق الموصل تحديدا نينوى وصلاح الدين والأنبار سيطر على مجموعة كبيرة من الحقول عدد كبير من الحقول اللي هي بطمعين زالة قيارة نجمة وعلاس وحمرين العفو عجيل هذه الحقول كانت الدر عليها أموال كثيرة جدا يعني تقدر بالمليون دولار يوميا أو أكثر من مليون دولار يوميا إضافة إلى سيطرتهم على أكبر مصفة بالعراق اللي هو مصفة بيجي وهناك مصفة صغيرة طاقتها عشرة آلاف برميل باليوم اللي هي مصفة صينية ومصفة القيارة هاي المصافي أيضا كانت تزودة بالوقود لكن ليس كل أنواع الوقود ما عدا مصفة بيجي مصفة بيجي عملاق لكنه لم يستطع الاستفادة منه بشكل جيد لأنه سرعان ما تحررت محافظة صلاح الدين وأصبحت منطقته لا يمكن أنه يهرب النفط من عدها بأي حال من الأحوال حقيقة هاي الآن كلها استعيدت ما عدا بضعة آبار ذكرها تغييركم أنه 30 بئر لكن 30 بئر ليست كلها منتجة يعني بعض الآبار مغلقة كم تقريبا تنتج هذه الآبار التي بقيت مع التنظيم هي نفط ثقيل جدا هذا يعني تقريبا 14 اي بي اي هذا الاي بي اي ما التدرجة الاي بي اي أو الوزن النوعي وهذا يعتبر من أسوأ أنواع النفط انتاجهم من عدها الآن توقف تماما يعني هي بقت فقط للحرق يعني يحرقون النفط من أجل نعم أن يخلقون يخلقون خلينا نقول غيمة سوداء فوق المناطق هم موجودين بها من أجل من أجل أنه يحتمون تحتها من الغارات الجوية يعني ظنا منهم أنه هاي الميوم السوداء يعني معلش للتسهيل على المشاهد سيد سيد حمزة يعني لو حكينا بالأرقام مثلا لو نسبة مئوية الأبار التي بقيت مع داعش كم تنتج بالنسبة لما كانت تنتج كل الأبار التي كان يسيطر عليها يعني الآن داعش إذا راد ينتج بثلاثة آلاف برميل باليوم هذا شيء كبير يعتبر في حين كان ينتج أكبر من هذا الرقم بكثير يعني قلت لك يوميا حوالي مليون دولار بالرغم من أنه يبيعون النفط بثلث سعر يعني العالمي إضافة إلى النقل يعني كان عدهم حقيقة أسطول من الناقلات وصل إلى ألف وخمسمية نعم لكن كلها دمرت الآن ما بقى من عدهم إلا عشرات أو أقل حتى يعني على عدد أصابع اليد طيب اسمح لي لضيق الوقت بتوجيه هذا السؤال لك سيد حمزة الأبار التي حررت هل تم معاوضة العمل بها أم أن التنظيم قام بتخريبها قبل أن يهرب المقاتلون لا حقيقة لا يمكن أنه يعادل عمل بيها الآن إلا بعد أن تستطب الأمور يعني هم بعد ما يستفادوا من عده لكن الحكومة العراقية أيضا لم تستطع الاستفادة منها لأن هذه المناطق هي بقد ساخنة نعم وبيها أيضا خلايا نائمة تتحرك لذا من الصعب جدا أنه أنت تعيد التهييل هذه الحقول والعمل بيها في ظل هذه الظروف نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد الخبير في شؤون النفط العراقي سيد حمزة الجواهري شكرا لك